أعطي الكلمة الآن إلى صاحب السعادة لونس مجرمان الأمين العام من وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين من الجزائر شكرا سيد الرئيس خامد السيد يوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون الشقيقة يشرفوني أيما شرف أن أنقل إلى جمعكم الموقر وإلى رئيس جمهورية سيراليون الشقيقة السيد جوليوس مادابيو بالتحديد تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتمنياته الخالصة بنجاح نقاشنا اليوم وكله ثقة بأن هذا الاجتماع المفتوح الذي يعقد بمبادرة من جمهورية سيراليون منسق لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن سيسهم في تنوير أعضاء المجلس حول مرتكزات وأهداف الموقف الإفريقي المشترك حول هذا الملف كما لا يفوتني أن أشكر كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوترش ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة السيد دينيس فرانسيس على إحاطتهم القيمة التي حددت السياق العام ومستجدات مسار إصلاح مجلس الأمن والتحديات التي تواجهه كما أنصتنا بعناية واهتمام كبيرين ممثلة المجتمع المدني السيدة سيتي همبيلي مبيتي ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أرحب بالمشاركة الرفعة المستوى لكل من معالي السيد بيا موشي لينجا وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي لنميبيا الشقيقة ومعالي الجنرال جيجي أودونغو أبو بخار وزير خارجية أغندا الشقيقة سيد الرئيس إن اجتماعنا اليوم يعقد في سياق دولي وإقليمي مثقل بالتحديات والمخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين سياق سمته البارزة تجدد حالة الاستقطاب بين القوى العالمية وتآكل هيبة القانون الدولي وعودة أسلوب الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية والازدواجية في المعايير وتصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوى كوسيلة لحل الخلافات يحدث هذا في ظل الأزمة الحدة التي ألمت بمنظومة الأمن الجماعي ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي وإخفاقاته المتكررة في وضع حد أو حتى كبح سياسات الأمر الواقع والإجراءات الأحدية الجانب وتغليب مصلحة القوي على الضعيف وتوفير الحماية والغطاء السياسي لتصرفات الظالم المشينة على حساب حقوق المظلوم المشروعة وأمام هذا الوضع المتأزم تقف المجموعة الدولية موقف المتفرج أمام تتابع الأزمات وتفاقمها بشكل غير مسبوق مما يعرقل فرص التعامل الفعال معها ويهدد إمكانيات إيجاد حلول تتناسب مع متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار العالميين ولقد عادت قارتنا الإفريقية بشكل كبير من هذا الواقع المؤلم والمتأزم الذي يفرض نفسه بقوة خصوصا في منطقة الساحل الصحراوي عيث أخذت التحديات الأمنية والتنموية والإنسانية أبعادا خطيرة ومقلقة للغاية يأتي ذلك في ظل تساعد التدخلات الخارجية وتعارض مصالحها وتفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة بالإضافة إلى التنتشار مؤر التوتر وتجد ظاهرة التغييرات غير المدستورية في الحكومات مما أعاد إلى الأذهان فطرة تاريخية كنا نظن أنها قد ولت بالعودة هذه التطورات تدفعنا إلى مواصلة العمل وتنسيق جهودنا لدفع الدول الإفريقية التي تعيش الثرابات المرحلية إلى العودة إلى المسار السياسي السليم وإلى تغليب لغة الحوار والحلول التوافقية التي لا تقصي أحدا لتحقيق الأمن والاستقرار الذي تتطلع شعوب المنطقة إلى تجشيدهما وفي السياق نفسه يجدر التذكير بالمعاناة المستمرة التي يعيشها شعب إقليم السحراء الغربية المستعمر منذ أكثر من خمسين عاما والذي ينتظر بصبر اعتراف المجتمع الدولي بحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء استغلال موارده الطبيعية بشكل غير قانوني ووقف ممانسات الاحتلال التي تنتهك حقوقه المشروعة كما يتطلع هذا الشعب المكافح إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن هذه القضية المطروحة على أجندته وإلى اتخاذه خطوات ملموسة وهادفة لدفع عملية التسوية في إطار العقيدة الرسخة للأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار ووفقا للمعايير المتفق عليها التي حددها مجلس الأمن الأممي وليس ببعيد عنها كذلك ما يعيشه أشقاؤنا في فلسطين من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم وحرب الإبادة التي تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عشر عشر على التولي بسبب عجز مجلس الأمن عن رضع المحتلل الإسرائيلي عن جرائمه وكف انتهاكاته لقواعد القانون الدولي التي بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها ولا يحسب أدنى حساب لما تقره ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من الكزامات سيد الرئيس إن جل هذه التطورات التي تفرض واقعا جديدا يجب علينا التعامل معه بروح المسئولية والحزم والصرامة انطلاقا من منظومة القيم والمبادئ والمثل التي نسترشد بها فقد أعادت إلى واجهة النقاش الدولي موضوع إسلحات مجلس الأمن وتفرض على المجموعة الدولية ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة وهو الأمر الذي يزيد من قناعتنا بحاجة المجلس اليوم للصوت الإفريقي صوت الحكمة صوت الالتزام وصوت المسئولية من هذا المنطلق يرتكز الموقف الإفريقي في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن على المبادئ التي تم تحددها في توافق إزلويني وإعلان السرط حيث يعتبران الإطار المرجعي الأساسي والوحيد وقد تم تعزيز هذا الطرح من خلال التوافقات التي أدرجت في البيان الختامي للقمة الخامسة للجنة العشر التي انعقدت أويالا في غينيا الاستوائية في نوفمبر 2023 فضلا عن نتائج الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية اللجنة ذاتها التي استضافته الجزائر في شهر جوان الماضي والذي يمكن تلخصها في النقاط التالية إن المطلوبة أولا هو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الإفريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثلا في فئة الأعضاء غير الدائمين لذلك تطالب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مع جميع الامتيازات المرتبطة بهذه المقاعد أن المطلوب ثانيا هو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلام والأمن الدوليين وبالتالي ضرورة بلورة تصور يمكن هذه الهيئة الأممية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب والتركيز أكثر على دورها ومسؤوليتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن المطلوب ثالثا هو إصلاح لا يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها أفريقيا بل يتعد ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأسريب عمل المجلس واستعمال حق النقض والتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية فمجرد توسيع العضوية لا يضمن الفعالية المطلوبة ما لم يتم تحسين القواعد التي تحكم عمل المجلس فالتمثيل دون الفعالية لا يكفي والفعالية والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المناسب لا تحقق الهدف أن المطلوبة رابعا وأخيرا هو أن يظهر الأعضاء الدائمين في المجلس دعما صريحا والتزاما واضحا بمسال الإصلاح من خلال الاستجابة الفعلية لتطلعات إفريقيا المشروعة كما ينتظر منهم المشاركة البناءة في المفاوضات الحكومية الدولية والعمل بجد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إصلاح المجلس مع ضرورة الالتزام بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمفاوضات الحكومية كإطار جامع لمعالجة ملف إصلاح مجلس الأمن ورفض أي محاولة لتقويض مصداقية هذا الإطار لصالح مبادرات أو خطط موازية سيد الرئيس تلكم هي الأفكار التي وددت باسم بلادي تقاسمها معكم اليوم مؤكدا في ذات السياق تمسك الجزائر الدائم والتزامها الثابت بالموقف الإفريقي المشترك تحت قيادة منسق مجموعة العشرة رئيس جمهورية سيرليون فخامة الدكتور جوليوس مادا بيو وفي إطار هذه المقاربة ومن موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن تؤكد الجزائر التزامها بأن تكون صوتا صادقا في خدمة مصالح إفريقيا وتطلعاتها وأنها ستظل وفية بالتزامتها وحريصة على الدفع في اتجاه تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا فيما يتعلق بمسألة التمثيل الإقليمي غير العادل في مجلس الأمن وبنفس الروح والعزيبة تتواصل الجزائر بذل أقصى جهدها للحفاظ على مستقية هذه الهيئة الأممية وضمان فعاليتها وقدرتها على الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا